السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طبعا الايام دي اتنزلات البرد كتيرا جدا جدا وانا اجايبه لكم تقرير تبع لموقع هايل براكسس الالماني ازاي نعالج نزلات البرد في البيت بمشروب الليمون الساخن طبعا زي ما احنا عارفين فصل الشتاء في ناس كتير قوي بتصاب بالزكام وطبعا الخوف من كورونا ومضاعفاتها عاملة للناس اضطراب كتير فبعض الناس بتلجأ للادوية عشان تسيطر على الاعراض ولكن جميع الادوية تقريبا ليها اثار جانبية غير مرغوب فيها وبينصح حادة بالعلاجات المنزلية البسيطة ورفع المناعة فهنتكلم على ازاي نرفع مناعتنا ونعالج البرد في البيت باستخدام الليمون الساخن والتحلية بالعسل طبعا زي ما احنا عارفين وخلاص تعرف كتير قوي ان الليمون السخنة هو عصير الليمون في كوب ماء ساخن محلى بقليل من العسل هيوفر لنا فيتامين سي وهي مواد مضطة للالتهابات والجراسيم ولكن التأثير الاجابي لفيتامين سي اقل فائدة في حالة الاصابة بنزلت برد بل له تأثير وقائي اكثر من خلال دعم جهاز المناعة يعني هو بيساعدنا في ان هو بيدعم جهاز المناعة بتاعنا ومع ذلك فان فيتامين سي شديد الحساسية للحرارة زي ما احنا عارفين يعني لو الليمون سخن بيفقد كل الفوايد بتاعته وكذلك العسل بيتحول لمواد غير مفيدة وسمة لما بترفع درجة حرارته لأكتر من اربعين درجة مئوية علشان كده نجيب الليمون بنعصره في مياه برده علشان يحتفظ بالمزيد من فيتامين سي ثم يسخن المشروف يعني مش بنسخنه بنخليه مياه فترة علشان يكون دافي يعني لا يميل للسخونة وبنحليه بالعسل وبنتنقل واول ما يصاب الانسان بنزل البرد من المهم ان هو يحصل على قصد كبير من الراحة حتى يتمكن جهاز المناعة من التركيز بشكل كامل على مكافحة الفيروس اللي جايله علشان كده من الافضل ان هو يبقى في السريل لبداية ايام بالاضافة الى الراحة بيحتاجك جسم لسوايل كتيرة جدا في حالة الاصابة بالانفلونزة بالنسبة للشخص البالغ بيتمتع بصحة جيدة بيحتاج لحوالي من اتنين لاتنين ونص لتر في اليوم من شرب ماء صافي او سوايل بقى شاي عشاب عصاير طازجة شكرا ودمتم بصحة وعافية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة